أرسل البوسن وحيد حالي لوزيتش مدرب المنتخب الوطني الدعوات للعبين المحليين من أجل الالتحاق للمعسكر الإعدادي الذي سيقام بالمركز المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ما بين الثالث وثاني عشر أفريل القادم وقد حصل كل من فرحات والعرف وخورد وزماموش من اتحاد العاصمة وكذا حشود من المولودية وقاروي من وفاق سطيف وعلي ريال من شبيبة القبائل ودوخة من اتحاد الحراش وسيدريك من شباب قسنطينة وصالحي من جمعية شلف على دعواتهم الاثنين على حسب ما علم من مصادر مقربة من الفاف وستكون الفرصة مواتية للمدرب لكي يقف من جديد على قدرات اللعبين المحليين قبل الإعنان عن القائمة النهائية التي ستتشرف بحمل ألوان المنتخب الوطني خلال نهائية كأس العالم المقبلة التي ستقام في البرازيل